انا عايزة احطك في الصورة اكتر يعني انا معايا في هذه الاثناء عمدة المصريين عمدة المصريين بجنوب افريقيا الاستاذ محمد سعد السيد محمد خالص تحيات قناة النادي الاهلي والسيد محمد سعيد وكل جماهير النادي الاهلي في البداية برحب بيك على شاشة القناة النادي الاهلي اهلا وسهلا ومساء الخير لمحمد ومساء الخير لكل جماهير وعشاء النادي الاهلي يعني احنا بنطمن كل جماهير النادي الاهلي لكن عايزي من خلال لك نطمن أكتر وننقل الصورة واللي استعدته ازاي لاستقبال الفريق النادي الاهلي وبعثة النادي الاهلي هنا في بريطوريا طبعا قبل وصول النادي الاهلي تم التواصل مع كابتن سادة الحفيز في مصر وكابتن سامير عدلي وتم ترتيبات بالنسبة للفندق الإقامة والانتقالات وملعب التمرين والكلام ده كله وكنا موجودين في استقبال كابتن سامير عدلي اللي وصل قبل البعثة بيوم وبصينا على كل الملاعب تاني بتاعت التمرين وان شاء الله يعني زي المعروف عن النادي الاهلي بإذن الله ان شاء الله احنا موجودين معاه في ظهر النادي الاهلي وبإذن الله ان شاء الله النادي الاهلي يمشي من جنوب أفريقيا مفرح كل جماهير وعشاءه في مصر وفي الوطن العربي كله طبعا أستاذ محمد شفنا مجهود كبير جدا من مسؤول السفارة المصرية ممثل في المعالي السفير شريف عيسى أيضا الأستاذ حسام زاكي المدير الإقليمي لمصر للطيران بجنوب جانس بيرج وانتم كأفراد يعني شايف قيمة ومكانة النادي الاهلي دايما هي عنوان كل رسالة هي عنوان كل مكان قول لي يكلمني على الحديث اللي تمت والتواصل مع مسؤول السفارة وان كلكم تكونوا موجودين في استقبال فريق النادي طبعا والمعروف الحمد لله احنا كجاليا مصرية موجودين في جنوب أفريقيا الحمد لله احنا محظوظين جدا لان عندنا سيادة السفير شريف عيسى السفير فيري اكتف والحمد لله معانا على طول ومع فريق النادي الاهلي واي فريق طبعا مصر بيجي وهو كان متواجد من الاول من حتى استقبال الفريق النادي الاهلي في مصر كان موجود ومتواجد معهم وطبعا برضو انت ذكرت الاستاذ حسام زكي ده المدير القليمي مصر ايران برضو قام بدوره دخل للداخل عشان يسهل اجراءات وصول البيعثة كلها للنادي الاهلي واحنا بيتم التواصل قبل اساسا قبل وصول النادي الاهلي تواصلنا مع سفارة وعضاء السفارة وعرقصهم طبعا سيادة السفير شريف عيسى ومع طبعا الاستاذ حسام زكي ازاي نقدر نيصر كل حاجة وترتيبات الفريق وهو موجود هنا طبعا في ميوب افريق محمد انا معاك محمد لو لديك اي سؤال حابب توجهه لعمدة المصريين الاستاذ محمد سعد انا معاك لو في اي سؤال حابب توجهه لأستاذ محمد سعد اكيد عندي سؤال محمد اكيد يمكن على مدار اكتر من عشر سنين خلال الفترات الاخيرة لا ما الاهلي بيكون عنده مباراة في جنوب افريقيا سواف جوانسبرجة او حتى في بريتوريا او حتى في مدينة اخرى بعيدة عن بريتوريا كان دايما بيكون محمد موجود في استقبال البعثة وتزليل اي عقبات اللي شافوا المرات المختلف في استقباله للبعثة وفي الاجواء في جنوب افريقيا والاجواء في نادي ساندونز تحديدا عن المرات السابقة سواف الاهتمام الاعلامي او حتى اهتمام الشارع اهتمام الجماهيري والناحية اللوجستية في استعداد الأهل لهذه المباراة أستاذ محمد سعيد طبعا بيرحب بحضرتك يعني بقول لحضرتك على مدار عشر سنوات كنت دايما في استقبال فريق للنادي الأهلي سواء في جوانس بيرج أو في بريتوريا إيه اللي انت شايفه مختلف في المرة دي شايف إيه الاختلاف اللي استعداد شايف أيضا الأمور بالنسبة لساندونز قولي يعني كلمني إيه اللي اختلف في هذه المرة طبعا محمد عارف احنا اتقابلنا أكتر من مرة في سنوات وعملنا كواليس كتيرة للنادي الأهلي وموجود هنا وعارف ان طبعا النادي الأهلي نادي كبير مميزاته الأساسية الاحترام لأي بعثة بتيجي وموجودة في جنوب أفراقيا طبعا ساندونز نادي أثبت وجوده في خلال آخر خمس ست سنوات بالذات وأثبت ان هو قادر على استحواز واللعب ده أمام نواد كبيرة وخاصة النادي الأهلي طبعا بالنسبة لآخر ماتشي كانت لعب مع جنوب أفراقيا مع ساندونز في جنوب أفراقيا ده طبعا بيمثل عندهم روح من الإيجابية انهم يلعبوا تاني بس ده طبعا احنا الحمد لله رب العالمين الندر أهلي قدر يقصر الفكرة اللي عندهم أو الفكرة اللي موجودة عندهم بمطش الزهاب اللي كان في القاهرة الحمد لله بس طبعا زي ما شفنا بالنسبة للموجود في الصحف والإعلام هنا المدرب ساندونز ميستر موسماني قال ان هو ساندونز متفائل جدا ان هو على الأقل يقدر يحرز هدفين قدام الأهلي في جنوب أفراقيا فهم عندهم برضو بيحاول يسيطر على الروح المعنوية للعيبة وبيحاول يحسس اللعيبة بالأمان بس انا شايف من وجودي طبعا في المعاصكر ده بالزاد بتاع النادي الأهلي قبل مباراة العودة ان انا شايف ان اللعيبة كلها بإذن الله وواضح عليهم روحهم المعنوية العالية والحمد لله قدر اقول لك يعني احنا في ضهرهم وانا شايف ان هم جاهزين بإذن الله لمطش العودة بإذن الله ان شاء الله ويسعدوا كل جماهير وعشان النادي الأهلي كلهم سيد محمد عايز اختب مع حضرتك استعدادكم ليوم المباراة يعني يوم المباراة بالتحديد استعدادكم أفراد الجالية المصرية يعني من المتوقع بعدد أفراد الجالية المصرية وجماهير النادي الأهلي في المباراة كم؟ طبعا بريتوريا تبعد عن جهانس بيك زي ما قلنا حوالي 65 كيلو عايز اكلم برضو على شعبية الأهلي في جنوب أفراقيا شعبية الأهلي في جنوب أفراقيا عايز اقول لك فيه نسبة جدا من جنوب أفريقين بيشجعوا النادي الأهلي لأنه النادي الأهلي تاريخه وكفاية أنه هو يبقى ليه عشاء في كل مكان بالنسبة للجالية المصرية والجالية العربية طبعا إحنا الحمد لله بيتم التواصل معهم وبنحاول نيسر أن إحنا إزاي نحشد أكبر عدد موجود لدخول الإستاد وزي ما إحنا برضو كنا عارفين مع التواصل مع فريق سانداونز أنه هما في مصر النادي الأهلي يسمح لهم للمواطنين الجنوب أفريقين بسموح ليهم أن هما يخش الملعب ويحضروا الماتش ببس جواز الصفر فإن شاء الله بإذن الله إحنا هيتم التنصيق على النفس السياق ده وإن شاء الله هنوصل معهم من المواطنين يخشوا كمان بجوازات الصفر عشان نقدر نحشد أكبر عدد ممكن وراء النادي الأهلي وبإذن الله كلنا نفرح بإذن الله إن شاء الله محمد سعيد لديه سؤال أخير محمد معاك محمد سؤال فضل معاك السؤال محمد سعيد وانت عايز أسأل محمد بما أنه مقيم في جنوب إفريقيا يمكن أكثر من 20 سنة مثلا خلال السنة للفترة الأخيرة وعنده دراية بكل كبيرة وصغيرة في ملاعب جنوب إفريقيا تحديدا هل فكرة إقامة المباراة الساعة 3 العصر ده شيء طبيعي في ظل إن الملعب في أضواء كاشفة ولا فعلا فيه مشكلة في الإضاءة أو في القهربة في بريتوريا الفترة الأخيرة فبالتالي ده بيعيخ إقامة المباراة الساعة الستة زي ما قيل من مسؤولي نادي سانداونز للإتحاد الإفريقي لما تم فكرة إن المباراة ممكن تتلاعب ستة وتقال لك لا هتتلاعب تلاتة في نفس توقيت ماتش مازينبي عشان موضوع الأضواء الكاشفة والمولدات والقهربة في بريتوريا هو عايش هناك بقاله سنين فيقدر يأكد لنا هذه المعلومات السيد محمد محمد يعني بيسا حدك سؤال مهمي جدا يعني خبرة حضرتك وحضرتك متواجد هنا في جنوب أفريقيا لأكثر من عشرين عام وحضرت يعني عطرت كثير من اللقاءات ملعب المباراة وتحديد المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر هل فعلا الملعب مفوش أضواء كاشفة مفيش في مشاكل في المولدات ولا هو الملعب يقدر يستقبل المباراة وتوقيت المباراة كان من الممكن يتغير خاصة أنهم يعني الموضوع مباراة مازين بي في نفس التوقيت وكان الاتحاد الأفريقي طلب أن المباراة الأهلية تبقى في معاة تاني كلمنا عن هذا الأمر عايزين نوضحه لأن في جنوب أفريقيا أو فاريسان داون سألوا أن فيه أمر في الاستياد المولدات والإضاءة تمام إحنا عشان يبقى الأمر واضح في الوقت اللي إحنا بنتكلم فيه أو وقت المباراة ده عايز أقولك أن جنوب أفريقيا بتمر بمشكلة في الكهرباء فعندهم مثلا كان فيه فترة يوميا الكهرباء بتقطع حوالي 8 ساعات فمتهيقلي دا عامل برضو من العوامل أن هم عايزين يلعبوا ماتش أو تم تحديد بناء عليه أن الماتش يتلعب في الوقت اللي هو الثلاثة العصر فيه ملعب تاني كبير اللي هو ملعب لوفتس بس للأسف طبعا ما نقدرش نلعب فيه لأن فيه موسم الرجبي وهو أساسا ملعب دا مخصص للرجب الرعب للشعبية رقم واحد في جنوب أفريقيا فكده أنت أتحصرت في ملعب لوكاس موريبة اللي إحنا لعبنا فيه قبل كده وعايز أقولك أي نعم إحنا نلعب الساعة 3 العصر بس الوقت هنا زي ما أنت شفت المهاردة الجو يعني كويس جدا إحنا متوقعين درجة الحرارة يوم المطش في الوقت دا تبقى ما بين 24 أو 26 درجة طيب طيب لغاية لما يرجع لنا البس تاني إذا كان فيه مساحة أن يكون اللقاء يستمر معنا بالتأكيد لكن كان كلام مهم جدا قاله طبعا الأستاذ محمد سعد وده رجعنا تاني طيب تفضل للعيبة والالتزام المسئولية اللي هما قدامها دلوقتي فطبعا أنا أحب أشكر كابت المحمود الخطيب لوجوده طبعا مع الفريق في البعثة دي بالذات إن إحنا طبعا محتاجين الثقة وزي ما رجعناها في ماتش الزهاب في القاهرة بإذن الله إن شاء الله هتترد برضو في ماتش العودة بإذن الله أشكرك أستاذ محمد شرفتنا على قناة نادي الأهلي وإن شاء الله كل التوفيق لفريق نادي الأهلي متشكر جدا وكل شكر لمحمد في الستوديو وكل جماهير للنادي الأهلي إن شاء الله وبإذن الله نسعدهم يوم السابط بإذن الله زميلي محمد أداك اللقاءنا مع عمدة المصريين أستاذ محمد سعد عمدة المصريين ترجمة نانسي قنقر